كما نبه رئيس سيسي إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر وشدد رئيس سيسي في هذا الإطار على أهمية الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفع الأسعار الذي لم نكن سببا فيه الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقطاعات الشعب المصري ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصري بقالها أكتر من سنة دلوقتي وأنا باعترف في ده لأن ده واقع احنا بنعيش احنا بالسبب صحيح لكن فيه عبء كبير جدا جدا على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي احنا بنعيش بيها